وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا والمغرم إشارة إلى حقوق العباد فقال قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله جاء في رواية للنسائي هنا الرواية قالت فقال له قائل من القائل؟ جاء في رواية للنسائي أن السائل عن ذلك عائشة عائشة رضي الله عنه ولفظها قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من المغرم وهو سؤال عن الحكمة من كثرة استعادته عليه الصلاة والسلام من المغرم فأجاب أجابها بقوله أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف إي صار عليه ديون تحملها فكان بذلك من الغارمين الغارم هو المتحمل لحقوق للناس فشرع له أن يستعيد من المغرم لأنه عندما يكون كذلك يحدث فيكذب ويعد فيخلف إذا أتاه الدائنون يطالبونه بالسداد فإنه يضطر لأن يكذب عليهم وأن يعيدهم فيخلف استفاد من الحديث أيضا أن المرء لا ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس وربما يستدين البعض أموالا كثيرة في أمور هي من الكماليات ويرهق نفسه في ديون ربما يعيش وقتا طويلا من عمره لا يستطيع أن يسددها والدين أمره عظيم وليس بالهيئة قد جاء في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيف أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين نعم ترجمة نانسي قنقر